العناية بنظافة الفم عند الاطفال والردع مهمة جدا يمكن من قبل التسنين كمان النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الطرق المثالية للاهتمام بسنان الاطفال والردع طيب السؤال المهم اللي احنا عايزين نسأله في الحلقة دي امتى نبتدي ان احنا نخسل سنان اطفالنا بمجرد ما بتظهر الاسنان فوق مستوى اللسن لازم ان احنا نخسل الاسنان على الاقل مرتين يوميا مرة الصبح قبل الاكل ومرة قبل النوم وده طبعا عشان نتجنب وجود بواية اكل موجود على الاسنان او بواية لبن مكان الرضاع طيب الاسنان لو لسه ما ظهرتش بنعمل ايه بنغسل اللسة بالفرشة المخصصة لها ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفة ان في فرشة مخصصة باللسة بالنسبة للاطفال لو الموضوع ده صعب بالنسبة لناس كتير ممكن احنا نعمل حل تاني اسهل شوية ان احنا نجيب قطنة معاكمة او قطنة نظيفة بنلفها على صبع ايدينا وتكون مبلولة وبنمسح بيها اللسة مكان طراكم بتاع اللبن بعد الرضاع عشان نمنع طراكم البكتيريا طيب نجي بقى للسؤال الاهم في الحلقة بتاعتنا وهو هل الفلورايد امن على الاطفال اه امن وفعال وما فيش منه اي مشكلة بس ان احنا نستخدمه بشكل مش مفرد عشان ممكن يسبب اثار جانبية زي الطرابات المعدة وزي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده وقلنا ان في معاجين مخصصة للاطفال بمعنى ان احنا ما ينفعش ان احنا نستخدم المعاجين بتاعتنا العادية بنسبة الفلورايد اللي فيها مع الاطفال الاطفال لها معاجين معينة لان النسبة الفلورايد اللي موودة في المعاجين بتاعتنا ممكن تأثر على الاسنان بتاعتهم وتأثر على طبعة المينة ولو لسه مش عارف ايه هي اسباب بتاعي كل طبعة المينة هتلاقي الفيديو عندك فوق في علامة الاي بتفرج عليه بعد الفيديو ده بالنسبة المعاجين للاطفال وطريقة استخدامها لو الطفل اقل من تلات سنين بنستخدم جزء قد حبة الروس اما الطفل لو اكبر من ثلاث سنين بنستخدم جزء قد حب تلبسلنا. وبس كده خرصت حلقتنا النهاردة اتمنى ان انا كنا اقرفتكم ازاي ان احنا نهتم بصحة الفم والنساء لاطفالنا قبل التسنين وبعد التسنين. لو لسه عندك اي استفسار تسجولي في الكومنس تحت. وبرضو لو تحب ان انا اتكلم عن اي حاجة معينة وعمل لك عنها فيديو اكتب لي برضو في الكومنس تحت وانا هردها عليك. سلام.